هذا وقد استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط الغاز الزيد جيف ميلر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هالي بورتن وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية مواصلة العمل على تبني مزيد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير الصناعات النفطية في مملكة البحرين وذلك عبر التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متميزة في هذا المجال بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في الارتقاء بقطاع النفط والغاز في المملكة ومن جانبه أشاد السيد جيف ميلر بمبادرات مملكة البحرين في مجال النفط والغاز وحرصها على الارتقاء بمنظومة العمل في القطاع مؤكدا على أهمية التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة هذا وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع سيد جيف ميلر أوجه التعاون في مجال النفط والغاز